بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنام وخاتم المرسلين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام على سيدي ومولاي بقية إله العالمين السلام على أولياء الله السلام على شيعة آل محمد وعلى المحبين وعليكم ورحمة الله وبركاته إنها المعصومة إنها شبيهة أمها فاطمة إنها المحدثة حيث كانت مصدرا لعلوم آل محمد إنها الطاهرة إنها المركز والمنبع لهذه الفضائل هذه الأوسمة نالتها باستحقاق لأنها عرفت ربها ومن عرف نفسه فقد عرف ربه إنها عرفت نفسها وعرفت خالقها ولهذا أخلصت لله بطاعته ولهذا تفرغت لعبادة ربها نعم إنها موئل الفضائل إنها منبع الكرامات إنها صاحبة الأوسمة التي أوسمها وأعطاها إياها الأئمة الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه مجمعين إنها ربيبة بيت الوحي إنها من الذرية الطاهرة الطيبة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم نعم إنهم الأطهار إنهم أولئك الذين اصطفاهم الله واختارهم الله نعم لم تكن من الأئمة المعصومين أو ممن فرض الله عز وجل عصمتها وفرض على الناس باعتقاد أنها أحد المعصومين الأربعة عشر ولكن كان لها عصمة صغرى وهذا كلام الإمام حينما يلقبها بالمعصومة كانت هذه السيدة الطاهرة في ذلك البيت المطهر وهي تتلمس آثار الوحي وهي تتشبع من تلك النفحات الربانية الإلهية حينما تعطى تلك الأوسمة من أولئك الأئمة المعصومين حينما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة من زارها كان كمن زارني نعم شاءت إرادة الله وحكمة الله ولطف الله تبارك وتعالى أن يكون قبرها منبعا للفيض والعطاء ومصدرا للبركات الإلهية كم التج إليها المتحيرون في هذه الحياة كم توسل إليها أولئك الذين أعيتهم المذاهب ووصلوا إلى اليأس من أمراضهم ومن محنهم ومن مشاكلهم وإذا بهم يجدون بابا تنفتح عبر مدينة قم وعبر تلك البقعة الطاهرة المطهرة هنيئا لشيعتها وأبارك لكم إخواني ولم أبارك لكم في بداية حديثي لأن قلوبنا تعتصرنا مما يجري في بلادنا ولا أريد أن أسلب منكم أسلب منكم هذه الفرحة وهذه المناسبة العظيمة وإن كانت أفراحنا معجونة بأحزاننا وبآلامنا وهكذا دأبوا شيعة أهل البيت نعم ولدت السيدة الطاهرة في ذلك البيت في المدينة المنورة في سنة 173 للهجرة في بيت تنزل فيه الملائكة في بيت تزدحم فيه نفحات الإله في ذلك البيت الطاهر المطهر أبوها موسى راهب آل محمد أخوها الرضا شمس الشموس وأنيس النفوس ومن تأو إليه المساكين فهي بنت إمام وأخت إمام وعمة إمام وهي من تلك السلالة الطيبة الطاهرة فاطمة المعصومة لم تعش في حياتها لم تعش في حياتها إلا 28 عاماً لكنها كانت تلك المرأة التي بقيت خالده مخلدة وأصبح لها ذلك القبر وذلك المقام إنهم أولياء الله الصالحون إنهم عباد الله المقربون المخلصون المخلصون فهموا وعرفوا هذه الحياة ولهذا تسابقوا للخيرات وهكذا كانت المعصومة فاطمة سلام الله عليها حينما عاشت هذا العمر المحدود ولكنها كانت تعيش على مر السنين والأزمان وكانت نفحة من نفحات الله عز وجل وكانت بركة من بركات هذا الدين لأنها أخلصت لله تبارك وتعالى ولهذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه من عرف الله فعظمه كف لسانه عن الكلام وبطنه عن الطعام وعنى نفسه بالصيام والقيام نعم نعم كانت هذه المرأة الطاهرة مثالا لهذا التوصيف ولهذا الوصف من الإمام سلام الله عليه ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حق هذه المرأة المقدسة في حق هذه المرأة المطهرة في حق هذه المرأة سليلة النبوة والأطهار حينما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بحقها هذا الحديث يقول إن لله حرماً وهو الكعبة وإن للنبي وللرسول حرماً وهو المدينة وإن لنا أهل البيت حرماً وهي قم وأنها وإنها ستدفن بضعة مني تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة يمر الإنسان في هذه الحياة العشرات المئات الملايين من الناس يدخلون ويخرجون ولا يشعر بهم أحد لأنهم لا يعيشون حياة حقيقية إنما يعيشون حياة البهائم أجلكم الله فلا يتركون أثراً لأن اهتماماتهم لا تتجاوز رغباتهم الشيطانية ويدخل الملايين ويودعون الحياة ولا تجد لهم أثراً نعم ربما يبنون القصور والإهرامات ولكنها تبقى رميماً بعدهم الذي يخلد الصالحون الأولياء المتقون العارفون الذين عرفوا الله عز وجل فعظموه فكفوا ألسنتهم عن الكلام أي الكلام البذيء الكلام الزائد الكلام الذي ليس فيه فائدة وإنما وإنما الله عز وجل جعل اللسان لكي يقول الإنسان كلمة الحق لكي ينصح به إخوته لكي يسدد به الظالين لكن هنا يقصد الإمام الصادق من عرف الله فعظمه فكف لسانه عن الكلام الكلام الذي فيه ما فيه وكف بطنه عن الحرام نعم لأنه الأمور ثلاثة أخواني عزائي الأمور ثلاثة فحق بين رججه وباطل بين غيه وأمر اشتبه عليك فقف عند حده وإنما سميت الشبه شبه لأنها تشبه الحق من أعظم المهالك كما يقول الحديث الشريف هو اقتحام الشبهات حينما يقف الإنسان أمام قضية يحصل عند التباس شبهة المؤمن لا يقتحم الشبهات لأنها فيها من المهالك بل يقف عند الشبهات ويراجع نفسه هكذا هم الأولياء وهكذا هذه الطاهرة المعصومة التي ظهرت لها من الكرامات الكبيرة الكثيرة والعشرات ممن توسل بها وأخذ حاجته ببركتها مستشفعا بها إلى الله حز وجل لأنهم هم الوسيلة هم السبيل إلى الله حز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هم الوسيلة إلى الله حز وجل كما أن الإنسان يتوسل الله بالدعاء وبالصلاة وهكذا بالأولياء الصالحين وذكرنا في ليلة من الليالي التي مضت هؤلاء هم بيوت الله حز وجل وقد أذن الله في رفع هذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالمؤمن بين أمرين وبين مسيرتين وبين منهجين وبين تأثيرين وبين حركتين حركة الرجاء إلى الله عز وجل وحركة الخوف منه حتى لا يقتحم الإنسان الشبهات المؤمن أورع المؤمنين كما مضمون الحديث أورع المؤمنين من وقف عند الشبهة قضية بها شبهة لا يقول لك تقول لنفسك هذا صحيح حسن كل جاي سووها ليس من الوراء هكذا كانت المعصومة التي كانت في ذلك البيت في بيت فيه العصمة والطهارة بيت بيت تنزل الآيات وتسمع فيه القرآن وذكر الله تبارك وتعالى هذه المرأة المقدسة الفاطمة المعصومة كانت ولادتها في اليوم الأول من هذا الشهر شهر ذي القعدة وكانت وكانت شهادتها في سنة ميتي وثلاثة مدة حياتها ثمانية وعشرين عاماً ولكن أصبح لها ذلك المقام وذلك القبر وذلك الضريح وذلك الحضور أصبح قبرها مهوى ومأوى لقلوب ملايين المحبين والزائرين أصبحت مصدر للرحمات الإلهية لأنها أخلصت لله تبارك وتعالى وعرفت الله عز وجل وامتثلت أوامره وسارت على نهج الحق السلام عليك يا سيدتي أيتها المعصومة وعلى مدينتك قم هذه المدينة التي تشرفت بهذا الجسد الطاهر وأصبحت حرماً من حرمات الله أو من حريم الله عز وجل كما أن الله عز وجل جعل الكعب حرماً له وجعل المدينة حرماً لنبيه وجعل قم هذه المدينة لهذا التجأ إليها الشيعة منذ أمد بعيد لأن الذين سكنوا تلك المدينة هم الأشاعرة حيث حينما وصلت السيدة المعصومة إلى ساوة بعد أن علمت أن الفراق قد طال بينها وبين أخيها علي بن موسى الرضا بعد أن أخبرهم حينما ودعهم وبعد أن أجبر على ولاية العهد والكلام معروف لديكم أيها الأعزاء الحضور بعد أن أجبر الإمام من قبل المأمون العباسي وقال إني ذاهب مستشهد في خراسان لهذا عزمت السيدة المعصومة وكانت الأخت الوحيدة من أبوين للإمام الرضا الإمام الكالم كان عنده سبعة وثلاثين من الدرية ذكوراً وإناثاً ولكن الأخت الوحيدة للإمام الرضا سلام الله عليه هي السيدة المعصومة من الإمام موسى بن جعفر وهكذا عزمت على الذهاب إلى خراسان لكي تذهب إلى أخيها لأنها بعد شهادة الإمام الكاظم في سنة مئة وثلاثة وثمانين كان من أشرف على تربيتها وتوجيهها وترعرعت بين أحضانه وبين سواعده وبين أقواله وحكمه وكلماته الإمام الرضا سلام الله عليه لأنها فتحت عينها ووجدت الإمام الكاظم أبوها الإمام الكاظم وهو رهين السجون وهو رهين العذابات والمطاردات من قبل الهارون العباسي الذي يلقب بالرشيد وليس فيه أي رشد نعم حينما وصلت إلى ساوة وقد أعياها التعب وساوى تبعد عن مدينة قم عشرة فراسخ ما يقارب سبعين كيلومتر بعد أن أصيبت من خلال السفر والطريق أعياها السفر وأصيبت بالمرض حملوها إلى قم فجاء إليها زعيم الأشاعر في ذلك الوقت موسى بن الخزرج موسى بن خزرج بن سعد الأشعري هؤلاء الذين انتشروا في إيران وفي خراسان وفي أفغانستان نتيجة المطاردات والحديث الحمد لله أنتم أعرف وأدرى مما جرى على شيعة أهل البيت حيث كانت ضريبة أولائهم القتل وأنتم ترون ما يحدث لهذا البلد الجريح العراق عراق المقدسات هذا العراق الذي لا يودع يوما إلا ومعه يودع العشرات من الضحايا وخاصة من شعة أهل البيت لأنهم متمسكون بحبه أهل البيت وهذه ضريبة الولاء وهكذا الأشاعر في زمن الحكام العباسين هربوا وانتشروا في بلاد الله العريضة هربا من جور الصلاطين والظالمين كان ذلك في زمن زياد بن أبي وفي زمن عبيد الله بن زياد وهكذا في زمن الحجاج واستمرت هذه القضايا والأمور والتنكيل والتقتيل حتى في زمن ما يسمى بصلاح الدين الأيوب الذي قتل من المئات ومن يقرأ كتاب المؤرخ الكبير السيد السيد حسن اللبناني ملء الأمين أحسنت ليرى الحقائق ما جرى على شيعة أهل البيت خاصة في زمن الدولة الفاطمية في مصر المئات عذبوا وقتلوا وأنفوا وطوردوا وهكذا انتشرت انتشروا في كل الدنيا فاستقبلها موسى ابن خزرج ابن سعد الأشعري وظلت عشرة أيام ثم فارقها فارقت الحياة ودفنوها في قم نحن في رحاب هذه السيدة الطاهرة كتبت بعض الكلمات وأرجو أن أكون موفقا وأنا الرضاء إن شاء الله أخواني وعزائي في هذه المناسبة مرة أخرى تتلاقى القلوب والمشاعر مرة أخرى تتلاقى القلوب والمشاعر طربا على شاطئ الذكرى العطرة مرة أخرى تتناغم الأرواح وأعتذر من سيد الشاعر الآن أنا شفت حقيقة الله يبار فيك ومرة أخرى تتناغم الأرواح والزهور بنغمات الحب والسرور مرة أخرى يهب علينا نسيم الولاية عطرا فواحا من أريج العطرة من أريج العطرة المحمدية الزاكية وهكذا في رحاب الأطهار تتوهج الدنيا نورا بولادة النسمة الميمونة المطهرة وتتفتح أسارير النفس شراحا وتترقرق العيون فرحا ويحيي المحبون والولائيون وشيعة الأئمة الطاهرون ذكرى الولادة بالفرح والبشائر وهم يختفلون بولادة المرأة المقدسة العابدة الزاهدة إنها بنت الرسالة وربيبة الإمامة والهداية نعم بين تلك الدعامات الشامخة دعامة الإمامة الراسخة والآيات الواضحة الباهرة ومن تلك الروافد النقية الصافية وتحت ظلال العز وفي رحاب الذكر والوحي ترعرعت هذه النبتة العلوية وتشبعت من معينها الهاشمية وتغذت من قيمها المحمدية والله حكيم وهو أعلم حيث يبسط رحمته ويختار عباده للعناية بدينه وحفظ شريعته نبتت وتكونت وتكاملت وأشرقت الدنيا بولادتها لتكون نسمة طاهرة ميمونة وكلمة من كلمات الله الزاهرة تؤتي نورها كل حين بإذن ربها هي العصمة والكمال تتلألأ بالآيات والجلال هي واحة المكارم تأوي إليها النفوس والقلوب إذا أصابته تأوي إليها النفوس والقلوب إذا أصابتها المحن والملاحم هي بضعة الحبيب الذي لولاه ما خلقت العوالم هي بنت محمد هي بنت محمد هي بنت فاطمة هي بنت الوصي هي بنت علي موئل العلا والمغانم وهكذا كانت نبتة الأطهار فاطمة هي المعصومة وسام تقلدته تقلدته باستحقاق في الأول من ذي الحجة ولدت في الأول من ذي القعدة ولدت بنت العز والشموخ وهي تتألق في سماء العظمة وأي سماء تعلو سماءها وأي شموخ يعلو شموخها أبوها موسى راهب آل محمد جدها جعفر الصادق المصدق كنز المعارف والعلوم منبع العلم والعطاء مصدر الجود والسخاء أخوها عليه السلام الظامن شمس الشموس ومن ترتوي بذكره النفوس سلطان تسجد على بابه الصلاة وتأوي عنده الحيارة والمساكين ملاذ من أعيته الدهور وأجهدته الأيام والسنين نجمة أمها نعم هي نجمة في نورها وصفائها ونقائها سلالة طاهرة صافية كسبيكة الذهب نورهم سيبقى مطلا على الدنيا لأنهم ذرية طاهرة مطهرة يؤتي نوره من يشاء والله واسع عليم سلاما عليك يا بنت الأطهار سلاما عليك يا بنت الأطهار وسليلة الأخيار وذاكرة لله آناء الليل وأطراف النهار سلاما وصلواتا دائمة عليك وعلى آبائك الطاهرين وعلى جدك محمد وآله الأخيار المنتجبين وسلاما على الأئمة المعصومين وسلاما على الأولياء والصالحين وسلاما على من سار على دربكم لا يعبأ بقول الظالمين وسلاما على أولئك الذين يتساقطون على مذبح الحرية من أجلكم سلاما على العراق الدبيح وسلاما على تلك المراقد الطاهرة سائلين الله عز وجل أن يحفظها من كيد الحاسدين والحاقدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلاما على محمد وبركاته سلاما على محمد وبركاته